صعد التحالف العربي غاراته الجوية على مواقع عسكرية ومقرات يسيطر عليها الحوثيون والحرس الجمهوري التابع للمخلوع في جبل نقم ومعسكر الحفى والنهدين ومنطقته سنحان ووعلان ومعسكر السواد والضبوة كما طالت الغارات كتاف والبقع ورازح وغمر في صعدة ميدانيا اقتربت قوات الشرائية والتحالف من صنعاء وبدأت تحرير محافظة الجوف المحاذية لثلاث محافظات تتمركز فيها الميليشيات في موازاة ذلك وصلت قوات التحالف الدفع بمزيد من التعزيزات شملت اسلحة هجومية نوعية ومنظومات صواريخ بتطورة وهو ما عده مراقبون مؤشرا على اقتراب معركة الصنعاء الصنعاء على بواب نصر كبير ان شاء الله اليوم تعزيزات كبيرة تصل من قوات التحالف الى مأرب وايضا استعدادات كبيرة لتحرير العاصمة الصنعاء اعتقد امام الميليشيات الحوثية فرصة لانقاذ نفسها اذا وافقت على حل سياسي سريع للازمة ما لم فستكون تعزيزات العسكرية على ابواب صنعاء خلال ايام قربة باذن الله من جهة اخرى قتل ثلاثون حوثيا في معارك وغارة جوية بتعز فيما دحرت المقاومة عناصر الميليشيات من مواقع في مديريات الشميتين والوازعية ومنطقة الجحملية هناك الان مقاومة تشتد في محافظة تعز الرغم من الحصار الكبير الذي يعاني المواطنين من قبل جماعات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح منذ ستة اشهر تقريبا هذا تم قطع الماء والغذاء والدواء على المواطنين لكن هذا الصمود الاصطوري في تعز يساند ايضا المقاومة التي جاءت عبر طريق باب المندب باتجاه المخة وهي الان حسب المعلومات التي وصلت الينا بان كتيبتان قد تمكنت من الدخول الى محافظة تعز عبر طريق المخة في غضون ذلك وصل اللواء جعفر محمد سعد محافظ عدن الجديد الى المدينة بعد ادائه اليمينة الدستورية امام رئيس الجمهورية سياسيا اكد نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني خالد بحا حرص الحكومة اليمنية على حقن الدماء وإيقاف القتل الذي تمارسه الميليشيات جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي اكد على ضرورة السئناف المفاوضات وتنفيذ القرار الفين ومائتين وستة عشر دون قيد او شرط وكان ولد الشيخ قد التقى اللجنة السياسية المكونة من وزراء واعضاء مكتبين رئيس ونائبه واطلعها على نتائج لقاءاته مع قادة الحركة الحوثية تحركات سياسية وعسكرية مكثفة والهدف دائما انهاء الانقلاب ورد التمرد الحوثي العفاشي فهل سيختار المتمردون نهاية عسكرية ام سياسية الايام القليلة القادمة كفيلة بالاجابة عن هذا السؤال صلاح بالاغبر الإخبارية عدن